تكتيك اذا يعد الربط المطلق اي لا يمكن للكطع التحرك نهائيا الا بعد التخلص من الكطع الرابط ملحوظة هناك نوعان من الربط الربط المطلق كما اسلفنا واشرنا اليه اما النوع الثاني فهو الربط النسبي وهو عبارة عن ربط احد الكطع على كطع اخرى اعلى قيمة مثل الوزير او الرخ وهو لا يرتبط بالملك اي ان الكطع المربوطة يمكنها التحرك كما تشاء اذا تطلب الموقف ذلك والربط النسبي له نوعان ربط على الوزير ويعد الربط الاقوى بعد الربط على الملك النوع الثاني للربط النسبي الربط على الرخ هيا بنا نرى الامثلة المثال الاول ده جماعة هنشر فيه ثلاث امثلة فوضحية مع بعض عشان نقدر نفرق بين الربط المطلق وبين الاسكيليونج اتاك وبين الداول اتاك تمام تمام اولا الربط المطلق اللي احنا شايفينه دلوقتي الرخ رابط الوزير على الملك معناه ايه ان الوزير لا يمكن ان يتحرك ويترك هذا الصف معنى ان هو يتحرك ويترك هذا الصف يبقى لعب نقلة غير قانونية انها سيكون في الوضع ده الرخ بيكش الملك فهنا الوزير مربوط على الملك يعني مستحيل ان هو يتحرك من مكانه يعني يتشال من هذا الصف هو ممكن يتحرك في مجال في مجال رابط نفسه يعني ممكن ييجي في المربعات دي مفيش اي مشكلة ييجي في مربع اي فايف او دي فايف او يفضل في مكانه او ييجي في بي فايف او يكد الرخ اما الربط النسبي هو رابط قطعة على قطعة زدقيمة غير الملك يعني انا رابط مثلا حصان وورا وزير رابطه بالفيل مثلا فالحصان ممكن يتحرك لو انا حرقت الحصان هاكو الوزير اما انا ورابط الحصان على الملك مستحيل الحصان يتحرك تمام ده الفرق بين الربط النسبي والربط المطلق الربط النسبي هو رابطه على غير الملك وطالما رابطه على غير الملك يعني الكطعة المربوطة دي يمكن التحرك مش عاجزة يعني ممكن تتحرك اذا تتطلع بالموقف ذلك والربط النسبي دي نوعين رابط على الوزير وده طبعا من الربط القوي اللي هو يعد بعد الربط المطلق ان انت رابط مثلا حصان على وزير فالحصان لو تحرك هتاكل وزيره فطبعا النقلات دي بتبقى نقلات قوية جدا وعشان الحصان يتحرك لازم يلعب نقلات قوية اما لو هو لعب الحصان في المربع وما شافش ان حصانه مربوط على الوزير هيخسر الدور انه هو يخسر وزيره في اللحظة دي اما لو مربوط على الملك فمستحيل حصان يتحرك طيب نشوف الفروق بين التكتيكات الاخرى عن الربط المطلق والربط النسبي فالمثال ده مثلا اسمه Screaming Attack وده قلنا وشرحناه بالتفصيل اسمه الهجوم على خطوط الخلفية للخصم فده وقت انا بقول له كش مالك وبعد ما يحرك الملك في اي مربع متاح لي الرخة هيكل الوزير تمام تمام فيه برضو الضرب القتاك الضرب القتاك احنا شرحناه برضو في فيديو مفصل اللي هو ان انت بتهاجم اكثر من هدف بكتعة واحدة سواء الهدف ده كان فيهم الملك او فيهم كتعتين يعني ممكن اهاجم مثلا بالوزير كتعتين فائد واحد او ممكن اهاجم قد جيش وهاجم كتعة في نفس الوقت او زي المواقب اللي هي شابية بقول له كش ملك وكش وزير فده اسمه ضبق للتاج فطبعا المثال التوضاهية دي عشان الامور لا تختلت علينا تمام تمام هيا بنا بقى نذهب ونبدأ نشرح الربط المطلق بالتفصيل ان الفيديو دوت هيبرل لشرح الربط المطلق وسرد بعض الامثلة عليه هيا بنا نذهب الامثلة المثال الاول يا جماعة للربط المطلق النقلة هنا للبيض اوقف الفيديو وفقر في الشكل وهد افضل النقلة للبيض كيوب بي سيبن كيوب بي سيبن انا كالت طبعا وعارف ان الروح مش هتقدر تكون الوزير عشان مربوطة ربط مطلق اي مستحيل ان الروح يتحرك تمام والشكل اللي احنا شايفينه ده السهم اللي بيشير للملك بيقوله ان الروح هنا مستحيل ان تتحرك عشان مربوطة ربط مطلق على الملك تمام تمام طيب اللي سويد هنا لاب كيو دي سيبن برضو اوقف الفيديو وهاتلي افضل النقلة للبيض اللبيض هنا يرد عليها ازاي نفكر شوية برافو عليك نقلة جيدة جدا النقلة دي معناها اي بقى يا جماعة انا طالب برضو الرخ وطالب الوزير طيب اللي سويد انا عنده احتمالين ممكن يأكل يدخدع ويأكل الرخ على اساس ان الروح على اساس ان الوزير محمي بالرخ كبه وانفكر كده ان الوزير محمي بالرخ لا الوزير مش محمي لو كانت وزير في وزير انا كده كانت وزيره وطالب الرخ النقلة الجاية وملاقاش حال وكده الدور خلص تمام تمام طيب هو مش يلعب النقلة دي ممكن يلعب نقلة تانية هيكب يكسر الوزير في وزير الاول تمام هكب الرخ وبردو النقلة الجاية طالب الرخ عشان الرخ مربوط تمام وده اول مثال تعالوا نشوف المثال اللي بعده المثال التانية جماعة عررت المطلق النقلة هنا للسود ما افضل نقلة للسود اوقف الفيديو وفكر شوية برافو رخي ودي فور نقلة جيدة ليه نقلة جيدة جماعة انا طالب الرخ كده وطالب بي ده والفيل اللي في بي سيكس طالب الرخ التاني رابطه يعني مجرد ان الرخ ده يتحرك هبقى رابط الرخ ده طبعا انا كده طالب رخ لو اتحرك في اي مربع تاني انا ممكن يلعب النقلة يعني لو استردنا ان الرخ جيه هنا مثلا ده انا كده هتبقى تحت دي وان هبقى طالب ايه طالب الحصان ده في كيش وطالب الفيل وطالب الفيل الرخ هبقى معاه تفوق رهيب دلوقتي الحصان مربوط والفيل مربوط انت صار صاحق مايك لازم يمشي لو مشي هكو الفيل في رخ لو حمى كده لو حمى بالرخ هياكل رخ في حصان بكيش هلحس ايه هلحس الربطة دي مينفعش ياكل عشان الرخ اللي موجود في F2 مربوط على الملك اللي يجب يمشي بالملك ساقية هياكل بايه بالرخ وكده الدرق تمام تمام طيب هو مش يلعب النقل ده هو هيكل رخ في رخ كان رخ في رخ عادي جدا انا اكل فيه في رخ وأبقى طالب ايه هبقى طالب الرخ قالنا كده رابط كتعتين على الملك رابط الحصان اللي في F1 على الملك ورابط الرخ اللي في F2 على الملك هنا اجباري هيلعب عليها جسري ليه؟ ليه لعب جسري عشان يفك الرابط بتاعت الرخ ويجي هنا بالملك سهل قوي ساعتها هلعب RC2 RC2 خلاص انا كده دمانت ان نحوض القطع لو لعب بقى النقلة بتاعه الطبعية هاكل الرخ في ايه؟ فرخ وأبقى طالب كمان فرصان ويبقى كده الدور انتهى تمام؟ تمام تعال نشوف المثال اللي بعده المثال التالت على الربط المطلق النقلة هنا جماعة اللي بيض ما هي افضل نقلة اللي بيض اقوى في الفيديو وفكر شوية نقلة جيدة النقلة دي طلبة يا جماعة طلبة حجتين طلبة المربعة دوت اللي هو F3 عشان يطلب الرخة من خلالها وطلبة في نفس الوقت الحصان تمام؟ تمام فالسويت ليب على النقلة دي؟ نقلة البيض نقلة البيض عادي جدا اللي بيض نفذ في كريتو ولعب الـ RF3 RF3 موجب وسالب وكما شرحنا موجب وسالب يعني وينج للبيض يعني كده دور مكسب إكباري لماذا مكسب إكباري؟ لأنه طلب دلوقتي الروخ فالروخ مش يمكن يتحرك إلا أنه يتحرك في المربعات دي لا ي시면 نقلة مربع لكل مربع ل Doing لكل مربع لكل مربع لكل مربع للnis وضع وفي حالة التكسير سيكون بالبدأ ويرقي ويبقى كش مالك أو ليس كش مالك ويبقى للمربع ويبقى تفاوض بقليل فإنما عندوش أن يكون البدأ اللي هيترقى سواء بالحصان أو سواء بالرقع سيكون طبعا بالحصان ويبقى كش مالك سيكون في المربع ويبقى كش مالك تمام تمام فهو ليس يلعب النقل ليس يلعب النقل ليس يلعب الحصان في ماذا؟ هل يلعب حصان مالك اتش سيبن سيكون تلعب النقل فرخ فرخ وطالب المات برضو وطالب الوزير طبعا لازم يبتح للملك عشان ما يكونش مات رئيس وزير هيكون رخ في وزير فرخ فرخ والدور وينج للبيض عن جدرة واستحقاق تمام؟ تعال نشوف المثال البعض في المثال الخامسة جماعة النقلة هنا للسويد ما هي أفضل النقلة للسويد؟ أوقف الفيديو وفكر في النقلة برافو جود بلاي وزير كيو اس ري نقلة جيدة جدا ليه يا جماعة نقلة جيدة؟ الرخ دلوقتي الرخ مربوط ما ينفعش يكون الوزير ليه ما ينفعش يكون الوزير؟ عشان مربوط على الملك يبقى الرخ هنا عاجزة تاني حاجة أننا أطالب وزير بعديها يعني أنا كده 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 كدت رخ إكباري لو تحرك خلاص يقول الوزير فروخ بكش مات بعد كده بالنقلة دي نقلة حاسمة نقلة قاتلة كما يقولوا خلصت ذات الدور بنقلة بسبب تيكتيك الربط المطلق طالما انت عارف الربط المطلق تقدر من خلاله تلعب نقلات زي دي تخلص بها الضور وده يا جماعة فاجة التيكتيك فاهم تيكتيك؟ هتقدر بنقلة من النقلات تخلص الضور في أي وقت وكل ما تتعمق في التيكتيك وتفهم كل أدوات التيكتيك فهتقدر تستخدم التيكتيك المناسب لكل شكل تمام؟ تمام تعالوا نشوف المثال اللي بعده المثال الثالث جماعة النقل هنا للبيض هتأفضل النقل للبيض هنا ايه اقوة في الفيديو وفكر شوية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك في يو دي تو نالة جيدة ليه يا جماعة نالة جيدة؟ لأن الفيل اللي في سيسري مربوط على الملك يعني ما ينفعش يأكل الوزير تمام؟ تمام طب وإيه يعني؟ يعني تفهمنا إيه؟ قصد إن أنا كده خدت الفيل إجباري لو كان في الفيل هاكل وزيره تمام؟ تمام طيب وهو طبعا ما ينفعش يأكل في الفيل في وزير عشان مربوط على الملك يبقى هنا تكصف إيه؟ إن أنا ربط الوزير ربط الفيل على الوزير ورابط الفيل على الملك هنا الشكل ده جماعة فيه نوع من الربط؟ الربط النسبي والربط المطلق الربط النسبي اللي هو ربط الفيل على الوزير ده اسمه ربط إيه؟ نسبي والربط المطلق ربط الفيل برضو على الملك فبحالة ربط النسبي هنا استفاد من الربط المطلق عشان الوزير جيه في دي تو عارف إن الوزير ما ينفعش يأكل في الفيل في وزير عشان مربوط ربط أقوى لو هو ربط المطلق وربط المطلق أقوى ربط غير ربط النسبي الربط النسبي لو ده ربط نسبي لو رابط الفيل رابط نسبي على الوزير مثلا كان سهلا او ان الفيل يتحرك ويكون اي كطع سواء وزير او غيره اما ده ربط مطلق يعني مستحيل الفيل يتحرك تاني حاجة تحرك الفيل هنا لازم يبقى في اطار مجال الربط هيكل فيل في فيل كبيره ممكن يجي في المربع ده نرجع الشكل وممكن يجي في المربع ده 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 يعني في مجال الربط زي ما اتفقنا فهو احسن نقلة عنده هنا فيل في فيل فلو كان فيل في فيل انا هاجل الوزير ايه فروح طب هو مش يعمل كده هيمشي بالوزير وطبعا لو مشي بالوزير هياخد مات يعني لو مشي الوزير في اي مربع هيقول له كش ملك تمام كش ملك لو جيدي كش مات في جي سيفن يا نهر بيض طييم أنا عم هغطي على النقلة دي هلعب بالفيل كده هلعب بالبدأ كده هغطي هنا هننفذ بقى إيه آآ آآ قاعدة المرور أو قاعدة الأخذ المرور أو اللي هي إنباسو إنباسو دي دي اسمها قاعدة الأخذ بالمرور البدأ هنا تهرق قطوتين آآ مرة واحدة وعندي بدأ في الصف الخامس من حق إن أنا أكله مرور أكل مرور إزاي يعني أكله كده أكل مرور وابقى كش ملك ودي القاعدة الأخذ المرور اللي كان فيه واحد سألني فيها ده شكله آآ بيبين لك قاعدة المرور تاني قاعدة المرور إزاي يعني إيه قاعدة مرور يعني لو البدأ بتاعك ما تتعركش ولا قطوة والخصم عنده بدأ في الصف الخامس لازم يكون في الصف الخامس لازم إيه يكون في الصف الخامس يعني كدينا دلوقتي على الشكل اللي قدامنا أنا دلوقتي الأبيض وإنت اللي سويد وإنا عندي بيدأ في الصف الخامس وإنت لعبت ولازم البيدأ يكون مقابل للبيدأ بمعنى إيه؟ يعني يكون فيه تقاطع بينهم زي الشكل ده زي إيه الشكل ده بحيث إنه لو جيه هنا مثلا أقدر أكله تمام؟ تمام طب هو هيلعب دي هيلعب دي الخطوطين أنا بقى على حسب ما يحتاج الدور أو حسب مصلحة الدور لو شايف إن المرور أفضل ليه هكو مرور مفيش مشكلة هكو مرور كده عادي لو مش شايف إنه هو أفضل خلاص ألعب أي نقلة تانية والأخذ بمرور لازم عشان تستفاد منه لازم في نفس الرد بتاع النقلة يعني ما ينفعش ألعب عليك النقلة دي وتلعب إنت النقلة تانية والنقلة اللي بعدها تجمهور ما ينفعش خلاص طالما تلعبك لازم تستغلها في لحظتها تمام؟ فهينا أنا أددتك إيش الشكل هو أددتك إيش طبعا حسبنا النقلة دي هياخد مات هنا تمام؟ معندوش ألاقيه عنده طبعا الحل سهل عنده الرقح ييجي هنا وخلاص مفيش مشكلة بس أنا أتكلم لو هو كلب البدأ لو زق البدأ الخطوتين وما يعرفش قاعدة المرور دي يبقى خسر أخل كده وأقول له كيش مالك برضو لازم يغطب الوزير ساعتها ويغطب الوزير هكوم بالحصان هيكوم بالبيدأ كيش وبرضو هياخد المال تمام؟ تمام الرد بتاعها على الشكل ده أنه هو يغطي بالرقح طبعا يغطي بالرقح لو زق البدأ تحرك في أي مكان هيربط إيه؟ هيربط الرقح على الملك برضو ويبقى برضو خاد الرقح تمام يا جماعة؟ تمام تعال نشوف المثال اللي بعده المثال السابع جماعة النقل هنا الليسود والليسود هنا لعب وزير في سيفور ربط الوزير على الملك ما هي أفضل نقلة اللي بيض؟ اوقف الفيديو وفكر شوية لا ما شاء الله عليكم بي بيشوب بيسري بيشوب بيسري خلاص كده أنا خدت وزيره إجباري ليه يا جماعة خدت وزيره إجباري؟ هو دلوقتي ربط الوزير ربط وزيري على الملك تمام يعني وزيري دلوقتي عاجز إنه هو ايه؟ يتحرك بس أنا لعبت عليه ايه؟ نقلة الفيل نقلة الفيل في بيسري ربطت الوزير على الملك يعني مستحيل الوزير يتحرك من مكانه غير إنه هو يتحرك زي ما قلنا في المربعات اللي هي بمجال ايه؟ في مجال ربطه كان ممكن يكل وزير في وزير لو مكانش إنه فيل هنا موجود دلوقتي أصبح إنه هو هيخسر وزيره مش في وزير هيخسر وزيره في فيل يعني هو عنده كده وزير في فيل ده المتاح عنده فهقول لأنا وزير بوزير بكش ولو رجع بالوزير مثلا كده هدينه كش هقول له كش ملك وكش وزير ووزيره مربوط على الفيل يعني هاخد ايه؟ هاخد الوزير إكباري مجانا كمان يعني هكده هاخد الوزير مجان وبعد كده هاخد الروحة تمام تمام يعني هو الأفضل عنده هنا ايه؟ ها الأفضل عنده إنه هاخد الوزير في فيل ده البست موف عنده طبعا وزير ووزير خلاص هاخد الوزير خلاص تمام يا جماعة؟ تعال نشوف المثال اللي بعده المثال التاسع يا جماعة النقلة هنا للليسويد ما هي أفضل النقلة للليسويد؟ اوقف الفيديو وفكر شوية نقلة جيدة نقلة جيدة ليه يا جماعة؟ إن أنا طالب الحصان طالب فكرة النقلة دي فكرتين فكرة إن أنا طالب حصان على فكرة إن أنا ماسك العمود بيه ورابط كتعتين سواء الحصان أو الفيل الحصان لو مشي هبقى رابط الفيل على الملك لو تبقى الحصان في مكانه هاكل بدأ في حصان يعني أنا في الحالتين هاخد كتعة هنشوف المثال الطبيعي ده إن دي تو لو لعب كده يعني هتلعب أنت عليها إيه؟ هتلعب ببساطة إيه سري طالب فيل إجباري حتى لو رجع فحادث لو رجع تاني هتجد بيه في إيه؟ في فيل يقب بالملك وإنت تبقى رابط إيه الحصان على الملك تمام؟ تمام طيب لو لعب نقلة تانية مشي بالفيل مثلا هاكل بدأ في حصان بساطة قوات يقب بالبدأ أكل بكش يغطي هايبدأ الشكل وفي الحالتين مكسب رخ طبعا قصاد فيل وبيالي مكسب طبعا بالرخ إن الرخ هيعرف يناول ويأخد البيالي دي كله ويكسب في الآخر تمام؟ تمام نشوف المثال اللي بعد المثال اللي أقاشر يا جماعة النقلة هنا للا بيض ما هي أفضل نقلة للا بيض أوقف الفيديو وفكر شوية نقلة جيدة ليه جيدة جماعة؟ إننا طالب الوزير وطالب الوزير بالرخ وطالب الوزير بالرخ زي ما نشوفين بالسهمة وطالب المات بالرخ فحالد لو كال الوزير هنفترض إن هو كال وزير في E4 طبعا وزير هنا مش محمي وزير في E4 هتلعب إنت هنا عليها إيه؟ R E1 كيش أنا كده بقول له كيش مات ليه كيش مات؟ إن أنا بقول له كده كيش مالك وأنا متحكم في كل مربعات الهروب بتاعت الملك كل مربعات الهروب أنا متحكم فيها إجباري ما عندوش أن هو يغطي إيه؟ بالوزير هاكل رقف وزير كيش مات طيب هو مش يلعب النقلة ده هو مش يلعب النقلة ده هيلعب على النقلة دي R D8 R D8 سهلا سهلا ر D7 قالت وزيره إجباري أفضل بالرقف حلعب عليه إيه؟ النقلة دي خدت الرقف كمان لأن الرقف هنا مربوطة على الملك فتكتيك يا جماعة الربط المطلق تكتيك مهم جدا ويعتبر من التكتيكات الهامة جدا ويعتبر من أساسيات التكتيك يعني التكتيك ده مبنى عليه تكتيكات أخرى فيه تكتيكات أنا ممكن أشرحها زي مثلا الهجوم المتزامن اللي أنا شرحته ده تكتيك موجود في الشطرانج وكل حاجة وبتلعب بس نادر أو يعني جرانداد مصدر اللي بلعبوه مثلا أو كده أما التكتيك الربط ده ده زي كواعد الشطرانج قاعدة أساسية يعني بتلاقيه كتير قوي في الدوار يعني من دمن أساسيات اللعبة ان انت تبقى عندك ربط مطلق وربط نسبي حتى لو انت رابط وما فيش خطورة يعني ساعة أنا بربط الحصان والحصان ده بربط بالبيدة ومحمي بالبيدة ومحمي كده كده بس الحصان ورا الملك ده اسمه ربط ايه؟ مطلق عشان أنا بكتف الحصان بخليه ما يدفعش عن أي حاجة يعني أنا كده بربط القطعة على الملك معناها ان القطعة دي أصبحت خارج ايه؟ الخدمة ليس لها دور أول ما القطعة اللي ربط الحصان أو القطعة الرابطة على الملك دي تتحرك من مكانها وترفع عنها الربط يبدأ القطعة دي ترجع لها الصلاحية تانية ايه؟ في الاستجدام او ان انت تأخذ القطعة اللي ربطة القطعة يعني أنا بس رابط الوزير بفيل لو انت تخلصت من الفيل اللي رابط الوزير بيه ده خلاص انت كده ايه؟ اتحررت يبقى الوزير اتحرر ساعتها بعد اكل القطعة الرابطة تمام؟ تمام تعالوا بقى جماعة نشوف اخر مثال للربط المطلق هيا بنا المثال الاخير يا جماعة النقلة هنا اللي بيض ما هي افضل نقلة اللي بيض؟ اوه في الفيديو افكر شوية حل المثالة دي في نقلتين اتمنى تكون جدتون نقلتين النقلة الاولى برافو كيو سي فايف كيو سي فايف كيو سي فايف دي نالا جيدة ليه اني طلب الفيل عشان الفيل مربوط على الملك وطلب الفيل بكش مات فلازم يكسر وزير في وزير اخب الفيل وطلب برضو ايه الفيل وكده الفيل بقى بتاعي كده اخبته اكباري بسبب ايه؟ تكتيك الرك المطلق طيب تمام النقلة التانية واللي باعتبارها افضل من الاولينية نقلة الفيل سي فايف نقلة الفيل سي فايف انا افضله عن نقلة الوزير لسبب ايه؟ السبب الاول انها نفس الهدف انا طلب فيل ورخ على الفيل السبب التاني انها فضعة ماكرة يعني ايه؟ يعني ممكن الوزير هنا يقولك ايه؟ انا ممكن اكله في حمل ايه؟ الفيل كان كده الوزير الفيل عاوز اقولك حاجة القطع المربوطة على الملك القطع المربوطة على الملك تتبقى خارج الصلاحية او خارج الاستجدام او خارج اللاعب يعني لو حامية قطعه هي مش حاميه يعني ما لهاش دور خالص هي متسبتة زي اللي متكتفة بالظبط فهنا الوزير الظاهر ان هو محمي بالفين بس هو مش محمي وزير في وزير خلاص خدت الوزير كده ببلاش وطالب مات ان قال لك جاية فالربط المطلق يا جماعة من التكتيكات المكيرة اللي انت ممكن القسم يلعب على الاساس ان الكتر بتاحته محمية وهي مش محمية بسبب مقرى هذا التكتيك اتمنى يكون هذا الفيديو ده عاجبك واسف الاطالة بس احبت اكد على اهمية هذا التكتيك وبرضو لو في اي استفسار عن اي حاجة في الشطرنج برضو كلموني في تعليقاتكو وانا طبعا ماشي ايه ببرنامج معين هنمشي عليه وهو الاول نقلص التكتيكات ادوات التكتيك حوالي اكتر من 40 درس فنحاول ان شاء الله بإذن الله نشرحهم درس يالوت درس بحيث ان شاء الله نبقى فهمنا جميع انواع التكتيكات بعد ما نخلص من السلسلة بتاع في التكتيكات دي هنبدأ اعرض على القناة ايه اللي انتوا عاوزين وانا اشرحه اشرح اندي جيم اشرح اوبنينج اشرح استراتيجي على حسب ايه الاولوية في الشرحات تمام تمام واتمنى يكون الفيرد عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر